بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله في مختتم هذه السلسلة الرمضانية حول رسائل النور أردت في هذه الحلقة أن أشير إلى جملة من النقاط المهمة تتعلق بهذه المبادرة وبهذا المشروع وبهذا البرنامج أولها أتوجه بالشكر للجزيل بعد الله سبحانه عز وجل إلى مؤسسة الحوار الجادة وإلى رئيسها ومديرها العام أستاذ محمد يعقوبي ورئيس تحريرها النشيط مصطفى وكل الطاقم الذي سهر على تصوير هذا البرنامج معتدلا لهم على التعب الذي نالهم وهم يشتغلون معنا فهي في الحقيقة كان هذه المؤسسة وهذه الأخوة لهم الدور في إخراجنا من الظل بعد أن نعمل لسنوات طاولة في الظل ومستمتعين به شاءت الأقدار أن يكون أول ظهور إعلامي في هذه السلسلة من خلال هذه المؤسسة المحترمة ثانيا أود أن أشير إلى أننا حرسنا من خلال هذه السلسلة على تقديم مقتطفات ودورر من النص مباشرة لدعوة المشاهدين إلى الرجوع إلى النصوص إلى نصوص رسائل النور المتوفرة مكتوبة ورقية إلكترونية مسموعة إلى غير ذلك يعني يوجد على الأنترنت تطبيق يسمى مطالعة رسائل النور يستطيع الإنسان يطلع ويقرأ رسائل النور فيها محرك بحث فيها أشياء كثيرة يستطيع أن يستفيد وهو في بيته ويوجد أيضا مسموعة مسجلة كاملة وموجودة في المكتبات يعني يستطيع أن يرجع ولهذا نحن في هذه الحصة لم نأتي لكي نعلم ولا نخاطب ولا ندرس نحن نسل أهلا لذلك وإنما جاءنا لنعرض هذه الضرر لنقدم أهل القارئ لكي يرجع إليها ليستفيد أكثر بنفسه يفيد نفسه بنفسه ملاحظة ثالثة وهنا من المؤكد أن المدققين من المشاهدين خصوصا الحساسين للغة العربية الذين أحترمهم وأخجل من أن أتكلم أمامهم من المؤكد أن المدققين من المشاهدين لاحظوا بعض الأخطاء اللغوية والهفوات في الشرح والتعليق على النصوص النورية المعروضة أو الأخطاء اللغوية في قراءة النصوص في حد ذاتها وهذا يؤكد حقيقتين مهمتين لابد من الإشارة إليهم الحقيقة الأولى هو أنني لست عالم ولا صاحب مقام علمي بقدر ما أنا دلال في حانوت المجوهرات القرآنية أعرض للمشاهد بعض ما استفدت به من رسائل النور من موقع المريض المستفيد من علاجات القرآن التي تقدمها رسائل النور وليس من موقع الطبيب العارف المتخصص فهناك فرق عندما يتكلم لك الإنسان من موقع الطبيب ومن موقع المريض أنا في الحقيقة مستهلك يعني أعالج نفسي بهذه الرسائل أصحح أفكاري وأعرضها لمن يريد أن يصحح أفكاره ويعالج نفسه وأمراضه ليس طبيب وليس مختص وليس تداعيه وليس تعالم وأحترم العلماء والدعاة وأستفيد منهم اليوم وغدا ولكن هذا ليس تطفل وإنما أنا عارض لهذه الجواهر من باب الإفادة لأنني حقا تذوقتها وقرأتها واستفدت بها فأنا أريد أن أبلغ هذا المعنى ليس إلا لا أريد أن لست أهلا لأن أكون مخاطبا ولست أهلا لأن أكون موجها ولا عالما ولا فقها ولا داعيا فأنا إنسان بسيط أن أتخصص شيء آخر ولكن الأمر هذا رأيناه أنه يفيد رأيناه أن تذوقنا أفادنا في عائلاتنا مع أصحابنا مع محيطنا أردنا أن نقدمه للمشاهد في هذه السلسلة الرمضانية المباركة الحقيقة الثانية لهذه الأخطاء والهفوات وهي الأهم وهي أن رسائل النور منهج تربوي مكتوب وفي متناول الجميع يستطيع إنسان يقرأ على اختلاف سن أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم اللغوية ولهذا رسائل النور يستفيد بها الجميع دون أي عائق بحيث أنه يستطيع أن يقرأ لغة من لغات فقط برسالة من رسائل بأي لغة من لغات يستطيع أن يستفيد ويصل إلى المعاني التي بلغناها والتي موجودة في رسائل النور ولهذا الأستاذ النور يقول مقولة ممتازة جدا يقول اعلم أنه يمكن أن يذهب الموفق من الظاهر إلى الحقيقة بلا مرور على برزخ الطريقة وقد رأيت من القرآن طريقا إلى الحقيقة بدون الطريقة أي المشهورة وكذا رأيت طريقا موصلا إلى العلوم المقصودة بدون المرور على برزخ العلوم الآلية نعم من شأن الرحمة الحاكمة أن تحسن لأبناء هذا الزمن السريع السير طريقا هكذا قصيرا سليما الوصول إلى الله عنده طرق كثيرة بينها الطرق الصوفية بينها العلوم الآلة بمعنى للناس اللي يقرأوا النحو والصرف واللغة العربية وقواعدها ثم يتفقى في الشريعة هذه الطريقة وهذه الطريقة أيضا أستاذ يقول هناك الطريق للوصول إلى الحقيقة ووصول إلى أنه يثبت أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله دون أن يكون سائرة في برزخ الطريقة ولا في برزخ الحلوم الآلية وهذا جواب لمن يتسأل عن رسائل نور هل هي طريقة صوفية هل هكذا كذا الرسائل نور تحترم كل مشارب وكل الطرق وكل عاملين لكن هي مسلكها هي طريق الحقيقة طريقة التي تبلغ الحقيقة لأي إنسان في أي مستوى بأي لغة رابعا أشير إلى أنه كلما ظهر من نقائس يعود إلى شخصي وليس إلى رسائل النور فإذا فيه شرح أو معنى أو شيء أو زلة لسان في المعنى أو في الآية أو في القراءة هذا يعود إلي وليس إلى رسائل النور ولهذا القارئ يحكم على رسائل النور من خلال قراءتها وليس من خلال كلامنا فما كلامنا إلا جزء مما فهمناه وما استفدنا به من رسائل النور وإلى أن يجمعنا الله بكم إن شاء الله في حصة أخرى وفي مبادرة إعلامية أخرى نسأل الله سبحانه عز وجل التوفيق والسداد وننتظر انتقاداتكم وتوجهاتكم ونسائحكم وملاحظاتكم وتصحيحاتكم بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحى ربناكم وعيدكم مبارك سعيد وغفر الله لنا ولكم وحفظكم الله ورعاكم وجمعنا الله وإياكم في جنة المأوى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة